قيصرية النقيب من أقدم الأسواق الشعبية في مدينة سليمانية شمالي العراق إذ يعود تاريخها إلى ما يزيد على 120 عاما تأسست بأسلوب يحاكي أسواق إسطنبول التركية وتضم أقبية كبيرة مبنية بشكل هندسي مميز ثالث قيصرية بعدها قيصرية 18 كان أقدم منها بس إن هذا جدد بناها وأكو قيصرية بازار بشكولة كان من القيصريات القديمة زمن البابانين تأسست فالباقي الآن قيصرية النقيب اللي بناها سينوري النقيب وحفاده وبعدها بالسبعينات باعوها كمحلات لأصحاب الدكاكن لأن أصحاب الدكاكن هم أصحاب الحقيقين كانت أبواب المحل التجارية في السوق مصنوعة من الخشب لكنها أصبحت مشابهة للسوق العصري وحافظت على الطراز المعماري القدي قيصرية النقيب في محافظة السليمانية ذات أهمية خاصة في المساعدة أنشأتها عائلة النقيب عام 1900 كانت سوقا للجملة والمفرد ويتجمع فيها الكسبة من كل مكان ويمارسون مختلفا المهن كالخياطة ويبيعون بضائعهم لأقضية ونواحي وقرى المحافظة يعرض البائعون في السوق أنواع مختلفة من الملابس والعطور ومواد التجميل وغيرها من الكماليات التي تمثل وجهة دائمة للسياح والسكان المحلي تأسيس قيصرية النقيب يعود لعدة أسباب اقتصادية وسياسية حيث تقرر تأسيس هذه القيصرية من قبل مصطفى باشا النقيب الذي كان نقيبا في الجيش العثماني حينها وبعد عودته إلى السليمانية قام ببناء هذه القيصرية ورغم التطور العمراني الكبير إلا أن سوق قيصرية النقيب لا تزال تحتفظ بطرازها المعمري المميز الذي لم يتأثر منذ تأسيسها في عام 1900 امين